السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم في قناتي معاكم علاء عامر يا رب تكونوا جميعا بخير النهاردة آآ معادنا مع الفيديو الشهري لمشتريات الشهر كل شهر وانتم بخير يا رب وكل عام وانتم بخير طبعا احنا في اشفر كريمة جميلة جدا ربنا يبلغنا رمضان يا رب العالمين وشعبان طبعا آآ النهاردة بصوا شوية مشتريات كده آآ بإذن الله تنفعكم لان الاسعار حلوة في بعض الحاجات وفي بعض الحاجات اللي عليها عروض كمان بس في البداية حابة ان الحاجات اللي انا جايبها دي جزء منها جايبها اونلاين او يعني بالتليفون من فتح الله العجمي ستار جايبهولي لحد البيت وجزء تاني بصراحة انا نزلت جيبته بنفسي لان توصيل الطلبات غير متاح معا ادوات المنزلية وادوات التنظيف اللي انتم شايفينها دي فدول الحاجات اللي انا اشتريتهم بنفسي عشان مش بيتبعتوا لحد البيت تمام تعالوا هنبدأ مع بعض دلوقتي ونسمي الله ونشوف الاسعار والعروض اول حاجة انا جبتها الزيت كريستال اللي هو دوار الشمس ده للطبخ والاكل عادي يعني هو زيت حلو جدا السعة بتاعت ده لتر وستمائة ملي عامل ستة وخمسين جنيه ده زيت كريستال بستخدمه في الطبخ عادي جدا بالاضافة للسمنة او الزبدة العاديين من اللي احنا بنستخدمه جبت كمان خلى هارفست ده حلو جدا بتمانية جنيه ونص ونازل عليه عرض بستة جنيه ونص بدل تمانية ونص خلى ابيض عادي جدا اللي مش بنستغن عنه في البيت جبت كمان الزبدة السفرة انا جايبة منها كتعتين عشان يعني انا مش بستغن عنها بصراحة آآ دي مستوردة يعني استرالي وسعرها مية وعشرين جنيه للكيلو دي بقى نص او ستمية جرام على حسب ما بتوزن معاكي ودي نفس الكلام اهي برضو نفس الماركة خلي بالكو عشان في منها مخلوط وفي منها طبيعي المستوردة دي آآ استرالي اما نيوزيلاندي ما تجيبوش اللي هي بتكون اماراتي لان الاماراتي بتكون خليط وبتبقى ارخص بكتير بتكون سعرها خمسة وستين جنيه للكيلو فطبعا انتي واحتياجاتك وامكانياتك في نفس الوقت جبت لبن المراعي كامل الدسم بسبعتاشر جنيه بدل تمنتاشر ونص الاسعار طبعا عايزين نتفق ان هي غالية خلاص احنا هنبدأ نتعود على الاسعار دي للأسف فده بسبعتاشر جنيه بدل تمنتاشر ونص للليتر الواحد طبعا انا بجيب بكمية عشان بتوصل لنحد البيت فمش باضطر الشيل كل الكمية دي مع بعضها جبت كمان زيت صاني الزيت ده بغرض القلي عشان اكون يعني صريحة معاكم ده زيت دوار الشمس برضو زي وزي كريستال بس طبعا ماركة كريستال اعلى شوية فانا بستخدمها في الطبخ ده انا جايباة لاغراض القلي ليه حق لي وانا بستخدم القلي هواقية لان انا ان شاء الله باذن الله انا ويعمل معاكم فيديو آآ القلي البطاطس او تخزين البطاطس النص مقلية دايما بنعمله كل سنة فحبيت اجيب آآ زيزة زيت تكون كويسة ما تكونش مخلوطة ان طعمها للاسف بيبان مع قلي البطاطس آآ الزيت اللي هو بيكون ارخص بكتير او لونه غامق او بيكون خليط ما بين زيت الصوية وزيت دوار الشمس طعمه للاسف بيبان جدا فانا جبت حاجة تكون دوار شمس بس وفي نفس الات يكون سعرها معقول دي سعرها ستة وخمسين جنيه لكن الساعة بتاعتها ليتر خمسة وسبعين اعلى شوية من كريستال وتقريبا نفس السعر اهو ده الزيت اللي انا جبته طبعا فيه عبوات اصغر من كده جبت كمان سمنة فرن البقري جبتها معاكم الشهر اللي فات وماشو الله حلوة جدا بتعيش معايا وبتكفيني غالبا الشهر كله لان انا بستخدم كمان معاها الزبدة اهي سهلت الفتح وحلوة جدا والاهم ان هي طبعية وقبل كده اتفقنا ان الزبدة الفرن هي اللي بتكون مهدرجة او مخلوطة اما السمنة بتاعتهم هي اللي طبعية مية في المية ومعمولة من لبن بقري صافي. تمام? دي سعرها كان آآ تمانية وتسعين جنيه بدل مية واربعتاشر. اللي لوزن بتاعها سبعمية جرام. تمام? اهي سبعمية جرام. وانها بمكتوب ان هي معمولة من اللبن الطبيعي وكمان بلد المنشأة بتاعتها نيوزيلاندا. تمام كده? جبت كمان الكاكاوي الخام من دريم. مش بستعنى عنه بصراحة في المشروبات ولا في الحلويات. الاتنين واحد. انا باستخدمه كشرب وهو ده اللي دايما بعمل معاكم بمشروب الكاكاوي السخن والسائع. ده سعره خمستاشر جنيه بدل سبعتاشر جنيه ونص. باكت عادي جدا اهو. جودته كويسة جدا وسعره يعني الحمد لله معقول قوي قوي قوي. وتستخدمه في الحلويات عادي جدا. جبت كيس صغير من قهوة ابعوف. قهوة ابعوف طبعا يعني غنية عن التعريف. واشتهرت جدا من الفترة الاخيرة. انا جبتها تركي طبعا وسط سادة. تمام? هي دي المعقولة والمرغوبة عندنا في البيت. آآ والحجم بتاعها ده ميت جرام. وسعرها تمنتاشر جنيه ونص. تمام كده? طبعا في عبوات اكبر من كده بكتير بس دي اصغر حجم فيهم. في منها المحوج وفي منها طبعا الغامق والفاتح. آآ التونة دي عايز اقول لكم هي حلوة جدا. يعني جربتها قبل كده. اهي. اسمها نورين. التونة دي من تايلاند. تمام? مش ماليزيا. التونة دي من تايلاند. فهي ما شاء الله حلوة جدا عشان اقول لكم يعني الكيس بتاعها يعني غريب شوية عن التونة المعلبة. سعرها اتنين وعشرين جنيه بدل خمسة وعشرين. بس هي عبارة عن قطعة. يعني هي مش مفتتة هي قطعة زي دي بس مسحوب منها طبعا الهوى. فآآ شكل العبوة بتاعتها كده. طعمها حلو. لونها فاتح. وآآ يعني انصحكم من انتوا تجربوها. وجبت كمان الشعرية من حول. انا ما جبتش على فكرة مكرونة ولا رز الشهر ده ولا دقيق ولا سكر. انا جبت الحاجات المطلوبة مني في البيت واللي ان شاء الله بإذن الله هتماشيني لحد اخر الشهر عشان عندي في البيت منها. الاسعار طبعا عالية فاحنا بنجيب الحاجات الضررية فقط. الشعرية دي حوى آآ ربعمائة جرام. سعرها خمسة جنيه ونص بدل ستة جنيه. تمام? انا جبت منها كسين بس. جبت البقصومات ده. اهو من مونجيني. بقصومات سادة مطحون. يعني فتاة الخبز للدولة العربية عشان لو مش عارفين يعني ايه بقصومات. ده سادة ما فيهش اي منكهات. الكيس ده بحضاشر جنيه ونص. تمام? ده تقريبا بيكون آآ ربع كيلو. او تلتميت جرام يعني. انا جبت منه عبوتين. اهو. وبالنسبة للاجبان والجبن يعني بتاعت فتح الله. انا جبت السلطة دي بالوزن. آآ سعر الكيلو بتاعتها خمسين جنيه. السلطة دي حلوة قوي وخفيفة وطعم الريكفورت كمان فيها مش قوي قوي للناس يعني اللي بتحبها ما بتحبش قوة طعم الريكفورت. جبت اللانشون ده من ريتش. شركة دي على فكرة حلوة جدا جدا. بتعادل في آآ الجودة بتاعتها شركة حلواني. سعر الكيلو بتاعي اللانشون السادة خمسة وتمانين جنيه. تقريبا نفس سعر اللانشون حلواني برضو. وجبت الجبنة الحمرة. او الجبنة الفلمانك زي ما بيسموها في بعض المحافظات. هي اسمها فلمانك بس احنا في اسكندرية عادة بنقولها هي جبنة حمرة. آآ سعر الكيلو بتاعها مية خمسة وخمسين جنيه. تمام? من الجبن الحلوة قوي برضو. وجبت كمان الجبنة التركي دي اللي هي بتكون قديمة. سعر الكيلو مية وعشر. برضو بتاخدي الوزن اللي انت عايزه. انا قولي لله يجيب لي ربع. بصوا بقى البعمول ده حلوة جدا جدا. دي حاجة ابعوف. جربته قبل كده كتير جدا. وعايز اقول لكم هو ممتاز. آآ ده محشي عجوة طبعا وبيكون مغلف بالشوكولاتة في منه شوكولاتة بيضة وفي منه الشوكولاتة البني اللي انتو شايفينها. وفي منه كمان معمول عادي جدا من غير ما يكون مهلف بالشوكولاتة. العبوة دي بتكون اتناشر قطعة زي ما انتو شايفين. وآآ طبعا بتكون متغلفة بالشكل ده. يعني متقفلة كويس انتي اللي بتفتحيها في البيت. دي احنا فتحناها. وعايز اقول لكم طعم البسكوت فيها تحفة. وناعم جدا جدا. والشوكولاتة كمان طعمها حلو. العجوة او الطمر اللي جواها طعمه رهيف. العبوة دي سعرها تسعتاشر جنيه بدل خمسة وعشرين. هم عاملين عليها عرض. فسعرها حلو قوي احيانا بنلاقيها اغلى من كده بكتير في الايام اللي ما فيهاش عرض. جبت كمان مخلي للتحرير. جبتوا معاكم تقريبا فقالي شهره. آآ ده مشكل باربعة جنيه ونصف. الوزن بتاعه لطمية وخمسين جرام. ده بالنسبة للمشكل. اما الخيار هو يعتبر اغلى حاجة عندهم. لان زي ما انتو شايفين كده الخيار بتاعهم الصغير ده. هو لي اسم عادة بس انا يعني ايه? مش فاكرة اسمه حاليا. وده سعره تمنتاشر جنيه. بس تعمه حلو. الملح بتاعه مزبوط وتقدري طبعا تتخلصي من المياه الملحة وتشتفيه بمياه حلوة. فا آآ الملوحة بتاعته تقلي معاك لو انت مش بتحبي الملح الزيادة. آآ ده بصل. البصل سعره تسعة جنيه ونصف. كلهم نفس الوزن. تلتمية وخمسين جرام. البصل تسعة ونصف. الخيار تمنتاشر ونصف. المشكل اربعة جنيه ونصف. جبت كمان الشوكولاتة اللي هي آآ الشمعدان. طبعا معروفة ومشهورة من زمان جدا جدا. آآ الشوكولاتة دي طحفة. في منها بالبندق. اهو زي ما انت شايفين. وفي منها بالحليب. وفي منها السادة. انا جبت آآ حليب وبندق. تمام? آآ دي اسمها بيور. وبتبقى موجود فيها خمس قطع تقريبا اهو. ده شكلها من جوه. بتكون عبارة عن اصابع من جوه كده. وآآ طعمها حلو فعلا. اهي. ده شكل الشوكولاتية من جوه. تلات صوابع كده وحجمها حلو بصراحة. مش محشية بسكوت ولا اي حاجة هي شكولاتة سادة. بتعم البندق. ودي بطعم اللبن او الحليب. آآ سعر العبوة الواحدة عشرين جنيه بدل خمسة وعشرين. فيها خمس قطع من دول. يعني الواحدة تقريبا كده باربعة جنيه جوه العرض. فطبعا سعرها حلو. طبعا الشوكولاتة المستوردة بالحجم ده بتكون اغلب كتير. بتكون تسعة جنيه تقريبا. آآ جبت كمان الكيوي ده. ده كوي نازل بتمانية وعشرين جنيه. حلو جدا طبعا بتاخدي الوزن. ده نص كيلو مسلا وده كمان نص كيلو. فآآ من الفواكه الحلو قوي عنده. هنقف بقى هنا شوية عند المنظفات والحاجات بتاعت الادوات المنزلية. في البداية كده انا جايبة اليدوي. آآ للتنظيف وللغسيل اليدوي طبعا لو انت عايزة تخسيلي حاجة على ديكي او تنظفي بي. آآ سهل الفتح طبعا من فوق والغلق كمان عشان الاكياس العادية بتفتحيها من هنا بالمقص. وبتضطري تسيبيها مفتوحة وممكن تسرب او توقع في مكانها. فالبغطة دي انا شايفها موفرة بعشرة جنيه وكميته وماشاء الله حلوة جدا. آآ ده كان بعشرة جنيه زي ما قلت. اهو. ده سعر. تمام? جبت كمان بصوا. الفورشة دي عايز اقول لكم هي تحفة وعسل قوي. آآ الحاجات اللي انا هوريها لكم دلوقت من شركة آآ ليو. الشركة دي مستوردة وحاجتها حلوة قوي قوي ينازل عليها عروض آآ على كل المنتجات بتاعتها وصفات حالة. بصوا دي صراحة كده انا جايباها هي تنفع للمواعين. لو انتي عندي جهسالة اطباقه بتحبي تنظفي المواعين بتاعتك قبل ما تدخليها الغسالة. لو عايزة تنظفي بيها الحوائط. عايزة تنظفي بيها السراميك بتاع المطبخ. عايزة تنظفي بيها الشبابيك. الازاز. اي حاجة عايزة تنظفي بيها. حتنظف معاكي حلوة قوي. لان هي كمان بتتفتح من هنا. وبتحط فيها الصابون السائل بتاعك او المنظف عموما. وانتي لما بتحب بتنزلي المسحوق هو طبعا تلقائي بينزل من جوة من هنا. آآ الفتحة صغيرة للدائرة اللي جوة دي. بتنزل على السبونشة الطرية دي. وتعايز اقول لكم ان دي خشنة شوية او نشفة شوية. فسهلة جدا ان انتي تنظفي بيها وهي بتنزل المسحوق او المنظف في نفس الوقت. تمام? عملية جدا بدل ما تبقي ماشية بفوطة. وفي الايد التانية السبري او البخاخ بتاعك. دي سعرها عشرين جنيه. سعرها عشرين جنيه. عايز اقول لكم حلوة جدا. آآ بدل سبعة وعشرين جنيه. فهي نزل عليها عرض خصم سبعة جنيه. فدي موجودة في فتح الله العجل مستار بكل منتجات ليو هتلقوا حاجات كتيرة جدا جدا جدا. شوفوا الفيديو بتاع مبارح. بتاع جولة آآ فتح الله لما نزلت اشتري الحاجات دي. صورت على قد ما اقدر القسم بتاع المنظفات لان في حاجات فعلا حلوة قوي. هحاول كده آآ اوريكم الحاجات اللي انا جبتها وطبعا ارجعوا للفيديو لو عايزين تشوفوا الحاجات الاكتر اللي هناك. جبت كمان فوط المطبخ دي. هي فوط يد. مش تعتبر مطبخ ولا حاجة بس هي الاي دي وانا في المطبخ. هي قطن صغيرة وحلوة جدا جدا. بصوا حجمها. مش صغير ومش كبير يعني معقولة. جبت منها النبيتي والاخضر. سعرها كان عشرة جنيه. الواحدة. هي مكتوب عليها اتناشر بس على الكشير حسبها لي بعشرة. يعني عليها خاص. اهو. دي اسم الشركة بتاعتها. اسمها جرابس. تمام? انا جبت منها النبيتي وجبت منها الزيتي. عشان يعني الحاجات الفوط بتحب الغوامق اكتر. آآ جبت كمان الكريم فيانسي اللي هو بتاع آآ كريم الجيل. ده رجالي طبعا سعره سبعتاشر جنيه. اهم حاجة تتأكد ان حاجتك بتكون متبرشمة لان فيه ناس للأسف بتفتح الحاجات دي وبتجربها في المحلات. جبت كمان اكياس كوين للتخزين. الاكياس دي طبعا احنا جايبينها عشان تفريزات رمضان بازن الله كل عام وانتون بخير. جبت الحجمين اللي انا بستخدمهم على طول واللي هم اصلا مفيش غيرهم يعني مفيش اكبر منهم ولا اصغر. آآ ده حجم صغير من شركة كوين وده المقاس اللي عليها. طمانتاشر في عشرين سنتي. فيها عشرين كيس. مستو ان هو محكم الغلق وفيه سستة بتتفتح وتتقفل ما بيصربش ابدا لو حطيتي فيها تدبيلة آآ سيلة لو حطيتي فيها اي حاجة اي حاجة مش هتصرب ومش هتخلط ريحة ببعضها. وهم في الفريزر. آآ الحجم الكبير برضو للحاجات اللي حجمها كبير شوية. وده المقاس بتاعها سبع وعشرين في تلاتين. الكبير آآ الكبير سعره تمانية وتلاتين جنيه. والصغير سعره خمسة وعشرين جنيه. ده في خمستاشر كيس وده في عشرين كيس. تمانية وتلاتين وخمسة وعشرين. جبت الكلينج فلم اللي هو بتاع ديميتا. اهو. حلو جدا جدا. ده آآ اربعين سنتي عرض وعشرين متر. عامل تلاتاشر جنيه. عليه عرض وحلو قوي ودايما اسعاره في الحاجة بتبقى سعرها حلو جدا. تمام ده بتغطية الاكل والتغليف والحاجات دي. جبت كماد الفرشة الخشنة دي. عشان الارضيات. او لو انت معتمد على تنظيف السجات في البيت والحاجات دي فيه ناس بتغسل السجات بيها. بس هي خشنة جدا على فكرة يعني حرام نغسل بها سجات ونبوز الوبرة بتاعته. آآ بس انا جايبها للارضيات عموما. دي سعرها آآ اتنين وعشرين جنيه. تمام? وجبت معاها العصايا دي لان للأسف عندي عصيان كتير ومش بيركبوا عندي على حاجة خالص. فجبت لها العصايا بتاعتها. العصايا عملة اتناشر جنيه. برضو من قسم المنازفات اللي موجود في فتح الله. اهو. السعر بتاعها بيكون عليه الباركود هنا وهي كده خلاص ركبت. وحلوة جدا اهي. في منها الصغير للايد تتعاكي به وانتي مسكها في ايدك وفي منها الكبير عشان طبعا ما توطيش وتقدر تشتغلي بمساحة اكبر بالعصايا دي. عايز اقول لكم دي عينات من بتاعت كولوروكس. دي كانت عينات مجانية. اهي. مكتوب عليها فري. المندوبة بتاعت الشركة كانت وقفة. والتهاني طبعا انا جربتها قبل كده كتير جدا. وعايز اقول لكم هي ممتازة قوي قوي بصراحة في التعطير والتطهير كمان. وخلي منه الكولور عشان الناس اللي بتخاف برضو من الكولور على جلدها. عايز اقول لكم حاجة مهمة جدا جدا. هتنفع الناس كتير قوي قوي. وهو آآ الشوتر شيت. اهو. دي شيت كده بتتباع في باكت زي ما انتوا شايفين. آآ في عشرين قطعة. او عشرين شيت. تمام? الشيت ده فايدته ايه? ده آآ بتحطي شيت واحد بس جوه آآ غسلة الالوان. لو انت عندك ملابس رجالي مسلا او ايا كان الملابس اللي عندك ملونة كتيرة وخايفة اي لون يقصر على التاني تقداري تحطي مع المسحوق شيت واحد من ده جوه حلة الغسالة. وعايز اقول لكم هو مش يعني مش بيخلي الالوان تتباع على بعضها. حواريكم شكله برضو من جوه. اهو. خلينا نفتحه من هنا. صراحة كده انا عرفته من على الفيسبوك. ناس كتير شكرت فيه جدا جدا جدا. فقلت بقى اجربه وخصوصا ان هم قالوا ان هو موجود في فتحالة. فبصراحة دورت عليه بنفسي. ولقيته الحمد لله في قسم المنظفات. يعني جنب المسحيق والكلوروكس والديتول والحاجات دي. اهو. ده الشيت. هو ده شكله. شبه المنديل بالضبط بس مقوى شوية. اهو. ده بتحطيه ما لهوش اي ريحة يعني عادي. ريحته عضية جدا ما فيوش ريحة ولا معطر ولا اي حاجة. مجرد بتحطيه في الغسالة مع الملابس. وكمان بتحطيه مع المسحوق. صراحة كده اه انا لسه هجربه. ان شاء الله في الروتين زمنه نزل. هتعرفه ازا كان بيدوب مع الملابس ولا بتطلعيه ترميه. انا لسه مجربتهوش لان انا بسجل الفيديو ده قبل ما اكمل الروتين بتاع المشتريات. تمام? في عشرين شيت زي ما اتفقنا. وسعره كان اربعين جنيه. يعني الشيت الواحد باتنين جنيه تقريبا. في ناس ممكن تستغلاه. في ناس ممكن تقول حلو. يعني على حسب بقى. لان اكيد اكيد كلنا يعني آآ باز معانا ملابس كتير اثنان غسيل. اهو. يمكنك غسل الملابس الدكنة مع الملابس الفاتحة في غسلة واحدة. في ناس ممكن تخلط تشيرت ملون مع الملابس البيضة او العكس. عشان يعني توفر غسلة. وعايز اقول لكم ان هو بيتحط في الغسلات الاوتوماتيك. اهو. طبعا الطريقة مكتوبة عليه. ومكتوب ان هو ينفع لجميع انواع الغسلات. وجميع انواع الملابس اهو. وبينصحك انك ممكن تحطي آآ شيط واحد او اتنين لكل غسلة. ولو انت عندك ملابس عارفة ومتأكدة ان هي بتطلع لون تقدار تحطي تلاتة او اكتر في الغسلة الوحدة. فبرضو على حسب نوع الملابس بتطلع فعلا لون ولا انت خايفة بس مش اكتر وحطاه للاحتياط. فاقروا طبعا اي حاجة قبل ما تستخدموها عشان تعرفوا التعليمات بتاعت الاستخدام. ده سعره اربعين جنيه. جبت كمان هربك اللي هو بتاع آآ غسيل التويلت. عزكم الله. اهو. الواحد منهم كان بآآ خمسة واربعين جنيه. اما الاتنين مع بعض في آآ العرض سعرهم خمسين جنيه. فطبعا ده العرض احسن بكتير من ان انا اجيب واحدة بس بخمسة واربعين. في حين ان الاتنين مع بعض بنفس السعر تقريبا. هربك بتاع غسيل ايه التويلت والحاجات دي. من الحاجات المهمة جدا اللي خلتني انزل فتح الله عشان اشتريها بنفسي لان زي ما قلت لكم الحاجات دي مش بتتبعت في التوصيل للبيت. وهو المساحة بتاعتي. زي ما انتم عارفين الناس كتير متابعيني عارفة ان انا عندي البخاخة او المساحة. ده اللي بيكون معها. بتمليه منظف او آآ مسحوق او اي حاجة بالمية بتاعته. وتبدأي تحطيه في مكانه في المساحة هنا. واليد بتاعتها اهي. فيها سبري او فيها الضغطة كده. ومكان طلوع المسحوق او المنظف بتاعك بيكون من قدام. هفتح حالكم طبعا عشان تشوفوها. اهي. دي من شركة ليو. اللي انا لسه مكلماتكم عنها. في حاجة التنزيل. اهي. مكان بيطلع من هنا. فبيطلع في هاي الترازاز واسع. بيبل المنطقة اللي انت بتنظفي فيها. اهو. زي ما واضح في الشكل في الصورة دي. الحلو فيها ان هي متركبة جاهزة لان كان عندي نوع تاني مش معروف المركة وما كانش متركب جاهز تعبنا جدا في تركيبه. لكن دي متركبة غير كده ان هي. سهلة تتحرك في جميع الاتجاهات. اهو. بتتحرك معاكي في جميع الاتجاهات وانت شغالة. اه المركة دي بصراحة الموظف بتاع المكان شكر لي فيها جدا جدا. وطبعا الجزء اللي هو بنمسح بيه ده. هفتح حالكم. ده شكلها والمركة بتاعتها عليها اهو. هي كلها بلاستيك الايد تقريبا هي اللي فيها يعني معدن. آآ الجزء اللي فيها ده بيتفك. سكوتش اهو كده يعني. سهلة التنظيف جدا لان انا مجرباها زي ما قلت لكم في مركة تانية. بصراحة بتبقى حلو قوي دي بتبقى مايكروفايبر. وهي آآ هي ميدن شاينة. وطبعا الجزء ده الواحده بيتباع. سعره كان في فتح الله بخمسة وعشرين بخمسة وتلاتين جنيه. سعره خمسة وتلاتين جنيه لو انت عايزة غيار مع المساحة بتاعتك. انا بصراحة عندي غيار بتاع المساحات القديمة هجربه لو نفع معها يبقى انا كمان يبقى انا كده مش هتطر اشتري غيار لها. ده الغيار العادي اللي بيتباع في محلات والادبات المنزلية غيار عادي جدا. سعره ما يتعداش العشرة جنيه مسلا. هجربه. في المساحة دي عشان اشوف هل انا حبقى مضطر اشتري ولا لأ. بصوا اهو. بيلزق عادي جدا. وقدر امسح بي. هو مش نفس المقاس هو اكبر شوية. بس اظن انه هو ان شاء الله هيشتعل عادي برضو مش هيشتك يعني. وكده كده احنا بنشيل دي بنغسلها على قدينا. ننزل منها الاتريبة. والحاجات الغير مرغوبة. وفي الاخر تقدر يتدخليها الغسالة. تتغسل في الغسالة لوحدها. مع ادوات التنظيف بتاعتك وفوط التنظيف عادي. تمام? دي كان سعر البخاخ ده او الموك دي كان سعرها في فتحلة. مية خمسة وتسعين جنيه. تمام? الماركات اللي هي مش معروفة بتكون ارخص من كده طبعا في محلات الادوات التنظيف بس انا ما بقيتش لقيها بسهولة. فاضطررت اجيب دي. لان بتاعتي بصراحة مكسورة بقالها فترة. وانا بقالي كتير ما مسحتش الارضيات بسبب ده. فدي من الحاجات الحلوة اللي حبيتها وريها لكم لاني بتسأل كتير جدا. بجيب المساحة او منين? في حاجة تانية للناس اللي برضو يعني بتحتار فدوات التنظيف وبتحبها اكتر. وتحب تعرف يعني آآ انواع اكتر. دي برضو من نفس الشركة شركة ليو. ولكن دي اللي معاها كماشا العصر السفنجة. عارفينها? مشهورة جدا كانت قديمة قوي. اهي. نفس الماركة. ولكن دي سعرها خمسة وتسعين جنيه. تمام? دي العريضة شوية لان في منها اكنز. في منها الحجم ده اصغر. عايز اقولكو كمان ان السفنجة اللي معاها او الكويتش اللي معاها اللي تحت ده. طري جدا جدا ونوعه حلو قوي. اهم حاجة بس انه تجلقعيها في المية. يعني عشر دايق ربع ساعة قبل ما تستخدميها عشان تمتص المية شوية وتبدأ تبقى طرية معاكي. وتقدري طبعا تعصريها من هنا اثناء التنظيف. برضو حلوة جدا متينة قوي. وبتطول وتقصر من اليد دي. اهي. كده طولد. طبعا فرق طبعا فرق السعر آآ كبير ما بين دي وما بين الاسبري. دي بخمسة وتسعين. ودي بمية خمسة وتسعين. مع انهم نفس الشركة. ولكن طبعا في فرق في السعر. دي بصراحة انا جايبها الحماتي اللي هي الكماشة دي. عشان هي اللي طلبها في عيد الام يعني. فحبيت اوليها لكم برضو عشان تبقوا عارفين الفرق ما بينهم في السعر وكمان في الاستخدام دي بتحتاجي جردل معاكي او طبق عشان تعصري فيها وتمليها مية نظيفة. اما دي انا بصراحة بروح انا اتضافها في الحمام اول بقى وال الفوتة بتاعتها اول غيار بتاعها. بس دي كده النهاردة كانت المشتريات بتاعتي حبيت ان انا اكون افدتكم بيها. يارب بتكونوا استفدتوا فعلا من الفيديو ده. ومستنية منكم لايك للفيديو سبسكرايب للقناة واول مرة تشوفوني. اشوفكم على خير بازن الله في فيديو جديد مع الف سلامة حبيب قلبي.